ناخد بعد كده الوريني رتراكت الانفكشنز اللي هي العدوى اللي بتصيب الوريني رتراكت وعندي اكتر من نوع فيه اللور يوتي اي الانكمبليكيتد دي بسميها سيستايتس التهاب في المثانة وفيه الابر يوتي اي اللي هي بتبقى انكمبليكيتد بسميها بايولينفريتس ده اللي بنسميه بالعربي التهاب حوض الكلا وفيه كومبليكيتد يوتي اي سواء سيستايتس او بايولينفريتس تمام وفيه وفيه انفكشنز بتبقى في البرجنانسي وفيه انفكشنز خاصة بالكاسيتر يعني اللي هي الاسطرة البولية تمام وفيه التهاب البرستاتا اللي هي البرستاتيتس والإبديدمايتس وفيه اليورسراتس وفيه الإبديدمايتس لوحدها تمام ده أنواع الـ UTI هناخد كل نوع بالتفصيل وطرق العلاج الفيست لاين والألترنتيف لكل نوع أول ملحوظة مهمة جدا طالما المريض عنده بكتيريوريا يعني في بكتيريا موجودة في اليورين هشوف هو سيمتوماتيك ولا أسيمتوماتيك ملحوظة مهمة جدا ما تعالجش الأسيمتوماتيك بكتيريوريا يعني لو بكتيريوريا من غير أعراض ما تتعالجش إلا لو المريض ده بريجنانت واحدة حامل أو المريض ده بيخضع لعملية جراحية في اليورينير تريكت يوروليجيكال سيرجيكال بروسيجر يعني بيعمل عملية جراحية خاصة بجراحات المسالك تمام الـ Uncomplicated Lower UTI اللي هي السيستايتس يعني السيستايتس Uncomplicated بتبقى أعرضها ديزيوريا تمام عسر في التبول وFrequent يورينيشن يدخل للطايلت كتير وفيه Ergency إحساس أنه عايز يروح الطايلت باستمرار وفيه Gross Haematuria Gross Haematuria يعني فيه بلد شيء كتير موجود في اليورين أول لاين في العلاق بندي التريميثوبريم صالفاميسوكسازول لمدة 3 أيام أو ندي الـ Nitroferonatoin 5 أيام بس نتجنب إعطاء الـ Nitroferonatoin كأوبشن لو الكريات كليرانس بتاع المريض أقل من 60 أو ندي الفوسفومايسن بس الفوسفومايسن ده أوبشن منخليه لو المريض عنده Multi Drug Resistant Organism تمام؟ لو ما نفعش واحد من الثلاثة دولة فيه عندي Alternatives ممكن ندي فلوروكينيلون تمام؟ لمدة 3 أيام أو ندي البيتالاكتام من 3 ل7 أيام الفلوروكينيلون عندي أختار أي واحد منهم تمام؟ أو البيتالاكتام ممكن نختار من السيفالكسين أو السيفيبيدوكسين أو السيفيدينير تمام؟ ده كان ملخص السيستايتس طب لو المريض عنده Biolonephritis يعني Upper UTI بس Uncomplicated أعراضها بتبقى فيه Frequency وديزيوريا وهيماتيوريا بيبقى فيه علامه مميزة جداً اللي هو Suprapubic Benes Suprapubic Benes يعني فيه ألم موجود فيه فوق المسانة تمام؟ أو فوق البيوبس تمام؟ وفيه فلانك بين ألم في الجنب فوق المسانة بس عالجنب وفيه فيه فيه شيلز رعشة والويت بسيز بتبقى مرتفع بيبقى فيه الكوسيتوزيس وأحياناً إن المريض بيبقى عنده نوزيا وفوميتنج وفيه كاستس موجودة في تحليل اليورين كاستس تمام؟ فيه اليورين اناليسيس لو المريض بتاعنا يعني مش مانعته ضعيفة ومعندوش نوزيا وفوميتنج بنعالجه بعلاج الأوت بيشنط يعني نديله علاج أورال علاج الأوت بيشنط أورال لو هو مش إميونو كومبروميزد ومعندوش نوزيا وفوميتنج تمنع إن ياخد حاجة أورال فهتديله ترايميثوبريم صالفوميسوكسازول لمدة 14 يوم واخد بالك ديتريكا في الامتحان ممكن يقولك الشخص نوزيا وفوميتنج ما ينفعش تديله حاجة أورال تمام؟ أو تدي الفلوريكينيولون من 5 ل7 أيام أو تدي البتالاجتام من 10 ل14 يوم طبعاً أنا بقول هنا اسم الكاتيجوري بتاعت الأدوية عشان أنت اللي يجيلك في الامتحان تختاره عادي يعني الفلوريكينيولون كلنا عارفينها والبتالاجتام كلنا عارفينها ممكن تختار من الثلاثة دولار سيفالكسين، سيفيبتوكسيم، سيفيدينير، سيفوتاكسيم، سيفوتريكسون كل ده ينفع طب لو الريزيستنس أكتر من 10% للأنسبايوتكس يبقى أنت تدي إنتروفينوس لونج أكتنج بيتالاجتام إنشيال دوز تمام؟ يعني تدي إنتشيال دوز، آيفي، لونج أكتنج بيتالاجتام زي سيفوتريكسون، أو تدي وانس ديلي أمينو جلايكوسايد، تمام؟ طب لما تكون اليوتي آي عند المريض ده كومبليكيتد، كومبليكيتد يوتي آي، فالكومبليكيتد بعرفها إزاي؟ يعني إما المريض يبقى ميل، ميل، ميل سكس، أو يكون العدوى دي هوزبيتل أكويرد، أو تكون المريض ده بريجنانت، ساعتها بقول إن اللي عندها دي كومبليكيتد يوتي آي، باعتبرها كومبليكيتد، أو فيه أناتوميك أبنرمالتي، يعيب خلقي موجود، أو تشايلد هو ديوتي آي، يعني طفل عنده يوريناي تركت انفكشن، باعتبرها كومبليكيتد، أو المريض كان واخد أنتبيوتك من فترة قريبة، ريسنت أنتبيوتك يوز، أو المريض مركب يوريناري كاسيتر، أو فيه يوريناري انسترومنتيشن، يعني مركب أساطر أو أي ديفايس معينة، ركبوها لها، ركبوه له وبتوجه راحة المسالك، أو المريض إميونو سابريزد، يعني بياخد علاج كماوي، أو بياخد استيرويدز، أو أي حاجة إميونو سابريشن، ساعاتها اعتبر اليوتي آي اللي عنده لو لقيت واحد من التسعة دولة موجودين، أو أكتر، باعتبر اليوتي آي هنا كومبليكيتد، وبعالجها بعلاج الإمبيشن، يعني أدي فلوريكنولونيا أمينو جلايكوسايدس، يا إكستينتد سبكتران بيتالاكتام، بديها لمدة خمسة لأربعتاشر يوم، بس لو هدي الليفوفلوكساسين، يبقى خمسة أيام بس، تمام؟ خدوا بالكو، العلاج والديوريشن مهمة جداً جداً جداً، الديوريشن مهمة، طيب، طب لو المريض عنده ريكارنت سيستايتس، طب إم تقول ده عنده ريكارنت سيستايتس، لو جاله أكتر من اتنين أو اتنين سيستايتس في خلال ست شهور، يعني جاله اتنين عدوة سيستايتس متكررة أو أكتر في خلال ست شهور، او عنده في خلال سنة 3 او اكتر UTI في السنة تمام وهنا هيجيني تعرفين مهمين تعريف الريلابس والري انفكشن الريلابس اللي هو الانتكاسة ان الشخص يحصل له عدوى بنفس الميكرو ارجانيزم في خلال 14 يوم من ان يوقف الانسي بايوتك لعدوى كانت عنده يعني كان عنده UTI وتعالج ووقف العلاج وخف في خلال 14 يوم بعد ما خف ووقف المضاد الحاوي رجعت له العدوى تانية تمام ساعتها بقول ان ده ريلابس والانفكشن بنفس الميكرو ارجانيزم تمام باعتبرها انا ريلابس وبقول ان ده نفس الميكرو ارجانيزم انما لو الانفكشن حصلت بديفرنت مايكرو ارجانيزم بعد فترة طويلة يبقى ده بسميه ري انفكشن عدوى جديدة طيب في حالة الري انفكشن باعتبرها علاج عادي تمام باعلاجها عادي تمام انما الريلابس بدي بزود مدة العلاج لان ده ريلابس والماكروب هنا بخلي مدة العلاج من 2 ل 6 اسابيع ودي نقطة مهمة جدا والمدة اللي انا بقول عليها تعتمد على يعني هو كان واخد مثلا من فترة 14 يوم مثلا كان واخد علاج لفترة معينة اسبوعين يبقى انا قدي علاج الريلابس اكتر من اسبوعين واخد علاج اسبوع في الانيشيال كورس ادي علاج الريلابس اسبوعين وهكذا يعني بقيم على اساس مدة الانيشيال كورس اللي تعالج به وحصل له منه ريلابس ازود المدة على هذا الاساس اما لو كانت ري انفكشن اعمل ري اسسمنت للمريض واشوف هل هيحتاج كونتينواز انتبيوتكس كل 6-13 شهر اقعد اقرر على هذا الاساس هشوف لو المريض بتجيله اتنين او اقل اليوتي اي في السنة هستعمل لو بتجيله اكتر من 3 او اكتر اليوتي اي في السنة وتكون اليوتي اي دي سيكس ريليتد يعني مثلا يكون اليوتي اي بتيجي اي بتيجي اكتر بعد الانتر كورس وانا بقابل مرضى كتير بيحصل لهم الكلام ده يبقى بدي بعد الانتر كورس او سيفالكزين او نايترو فرانيتوين وانصح المريض بنوطة مهمة جدا يعني يدخل الطويلت ويعمل تبول بعد الانتر كورس طب لو المريض بيجيله 3 او اكتر يوتي اي في السنة وتكون اليوتي اي اللي بتجيله دي مش ريليتد للانتر كورس يبقى انا تديله ديلي يوميا او 3 مرات في الاسبوع ترايميثوبريم صالفا ميسوكسازول سينجل ستراند او سيفالكزين او نايترو فرانيتوين او نورفلوكسازين تمام طيب لو المريض اللي عندي بريغنانت البرغنانت ويما لازم ولازم ولازم نعمل سكريننج للبكتيريوريا وعالجها حتى لو اسمتوماتيك يعني من الاخر كده لقيت واحدة حامل ده جزء روتين لازم يتعامل لازم تعمل يورين اناليسيس ولو في بكتيريوريا تتعالج حتى لو ما فيش سمتومس كده كده البرغنانت لازم ادور هل في بكتيريوريا ولا لا عالجها بصرف النظر فيه اعراض او لا علاج البرغنانت تبدي اموكسسيلين او نيتروفرانيتوين تمام النايتروفرانيتوين بخليه لاصط اوبشن او ندي السيفالكسين لمدة سبع تيام لازم افويد في البرغنانسي الفلوريكينولون والتتراسيكلين والامينوغلايكوسايدز والترايموثوبريم سالفاموسوكسازول افويدت في الثيرد ترايميستر او الليت ثيرد ترايميستر تمام طيب بعد كده الكاثتر ريليتيد يوتي اي يعني اليوتي اي اللي بيجي بسبب الاسطرة البولية المريض ممكن عندي يركب اسطرة في فترة قصيرة او اسطرة تقعد فترة طويلة فلو فترة قصيرة هيركب اسطرة اللي هي الشورت تيرم اندوالينج الكاثتر بشوف المريض اللي هعالجه فقط بعالج السيمتوماتيك بيشنت طالما الاسطرة بتتركب لمدة قصيرة تمام السيمتوماتيك بيشنت اللي عنده بكتيريوريا لازم يتعالج سبعة ايام انسي بايوتك تمام لو السيمتومز بتخف بسرعة اخليها سبعة ايام تمام انما لو انسي بايوتك الاعراض ما بتخفش بسرعة والرسبونس بخلي المدة من 10 ل 14 يوم تمام سواء هدي سبعة ايام لو في استجابة سريعة او 10 ل 14 يوم لو في استجابة متأخرة تمام الاتنين دوريشان دولة بمشي عليهم على حسب الاعراض سواء الكاسيتر فضلت موجودة او الكاسيتر تشالت هدي ايه طيب علاج هدي الليفوفلوكسازين لو المريض مش سيفير لقل طبعا الليفوفلوكسازين زي ما قلنا خمسة يام بس لو الومن اللي عندها المشكلة دي وسنها 65% او اقل سنها عفوا 65 سنة او اقل تمام years old وكتشالت الكاسيتر بتاعتها ومع اندهاش سيمتومز بعالج لمدة 3 ايام طب لو الكاسيتر بتتركب للمريض فترة طويلة بعالج فقط السيمتوماتيك بشورت بيروت 7 ايام عشان امنع الريزيستنس والكاسيتر لازم اعمل لها ريبليسمت يعني نغير الكاسيتر طب حده يسألني امتى نغير الكاسيتر بكاسيتر جديدة قال لك المريض اللي هو عنده سيمتومز من اليوتي آي والكاسيتر بتاعته تركبت من اكتر من اسبوعين تمام وكانت الكاسيتر still indicated انها تركب يعني مطلوبة للمريض يبقى ساعدها تغير الكاسيتر يعني يكون هو والكاسيتر عد عليها اسبوعين ويكون المريض عنده سيمتومز ومحتاج ان الكاسيتر تفضل موجودة قال لك غير كاسيتر وركب واحدة جديدة عشان الكاسيتر تبقى انضف وساعتها لازم تعمل مزرعة للمريض يورين كالتشر تمام بعد ما تتركب النيو كاسيتر وقبل ما تبدأ العلاج بتاع اليوتي آي تمام وتدي العلاج لمدة 7 ايام عشان تتجنب الريزيستنس مش هزود عن 7 ايام تمام طيب ندخل بعد كده على الانفكشن اللي بعد كده اللي هالبرستاتيتس وابديدمايتس دولة الاثنين انفكشن بيجوا مع بعض ممكن يجي اكيوت بكتريال برستاتيتس او كورونيك بكتريال برستاتيتس الاثنين كلاهما بيتعالج بالترايموثوبريم صالفا موسوكسازول او الفلوريكنولون والفلوريكنولون بس الاكيوت برستاتيتس بيتعالج في مدة اربع اسابيع اما الكورونيك برستاتيتس في مدة من شهر الاربع شهور من شهر الاربع شهور الانفكشن اللي بعد كده اللي هالبرستاتيتس والعلاج هنا او خطة العلاج تعتمد على الاج لو المريض سنه اكتر من 35 سنة هنيد ترايموثوبريم صالفا موسوكسازول او الفلوريكنولون لمدة عشر ايام ومعاك لحد اربع اسابيع يعني تبدأ من عشر ايام وتستمر في المدة لحد اربع اسابيع بناء على الريسبونس تدي عشر ايام عشر يوم لحد معاك 28 يوم اللي هى اربع اسابيع لو سنه اقل من 35 سنة ولقيت العدوة بسبب جن كوكاي او كيلاميديا الانفكشن تدي انتراموسكولر سيفو تريكسون وانس يعني يدوز واحدة يقم من سيفو تريكسون وبعد كده تبدأ الدكسي سايكلين مرتين في اليوم لو مدة عشر ايام هتدي سيفو تريكسون دوز واحدة زائد الدكسي سايكلين رجم يستمر عشر ايام تويس ديلي بعد كده اليورثريتز التهاب قناة مجرالبول اليورثريتز على حسب الارجانيزم لو نانجونوكوكل تدي أزيسروميسن سينجل دوز والترناتف للأزيسروميسن الدكسي سايكلين تمام لو هي جونوكوكل انفكشن هتدي سيفو تريكسون سينجل دوز ايام تمام زائد النانجونوكوكل يوريتز يورثريتز تريتمين اللي هي سيفو تريكسون سينجل دوز ايام زائد أزيسروميسن أو دوكسي سايكلين مرتين في اليوم لمدة عشر ايام لو هي ريكارنت ريثريتز أو تينيدازول سينجل دوز زائد الأزيسروميسن تمام وده كان اللي ريناتراكت انفكشن بالتفصيل بكل حاجة فيها